بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشرة المسالين سيدنا معامل عليها اوضر الصلاة والتسليم اما بعد نلتقي معكم بخاطرة جديدة ان شاء الله نهذا هنتكلم عن الرحمة الرحمة شيء ربنا سبحانه وتعالى خاله ووضعه فيه قلب العباد الناس الحيوانات النباتات اشجار احتمال الجمادات الله اعلم ربنا سبحانه وتعالى اه هو الرحمن هو الرحيم اه ربنا سبحانه وتعالى اه خلق الرحمة مية جزء احتفظ بها فيها تسعة وتسعين جزء عشان يرحم بها العباد في الاخرى وخلى واحد في المية من الرحمة دي هي الموزعة في قلوب البشر من ساعة خلق سيدنا ادم حتى قيام الساعة وفيها الامة بترحم اولادها والناس بيرحموا بعض وهكذا والحيوانات وهكذا والحيوانات وهكذا والحيوانات الرحمة من اجمل الاشياء ومن اجمل الاخلاق ومن اجمل اطباع اللي ممكن تكون موجودة عند انسان وهي شيء صافي راقي يعني بيور صعب جدا انه هو يعني يكون موجودة غير من الله سبحانه وتعالى يعني شيء رباني شيء ربنا سبحانه وتعالى خلقه جوه كل انسان لكن طبعا طبعا الانسان وشخصيته وظروفه وحياته ممكن تكون هي اللي بتأثر على المساحة المتاحة لهذه الرحمة يعني لما كلمنا في الخطيرة اللي انا كلمنا فيها عن الحب وقولنا ان الحب فياض بيخلي القلب صافي بيخلي القلب آآ مليان خير ومليان حب للناس القلوب دي القلوب الصافية دي هي اللي ممكن تكون مليئة والرحمة وبيكون ما فيش فيها مكان كبير للشروف انما آآ للأسف القلوب القاسية الخلوب الشديدة آآ اللي هي بتنتج بها عن افعال الناس عن شرورهم عن ظلمهم عن قصوتهم عن قرههم آآ بتنادر ما بتلاقي فيها مكان للرحمة وان كان بيكون موجود برضو بيحصل في مواقف معينة بيحصل ناحية تتجاه الناس معينين بخاصة الاولاد سبحان الله آآ يمكن اكبر مثال على الرحمة في حياتنا هي رحمة الام بابنائها وشعورها ناحيتهم من ساعة ما تحمل فيهم من غاية ما تولدهم وتشوفهم دم عليها وترحمهم وتخاف عليهم وتحاجع عليهم آآ شيء قظم جدا تمام بنشوفه في الانسان بنشوفه في الحيوان آآ حتى في الوخوش اللي في البرية الاوسود النمور آآ بتلاقيهم عندهم حنان عجيب على آآ ابنائهم ودي شيء من الفطرة من الفطرة السليمة اللي بابناء سبحانه وتعالى آآ خلق الناس آآ عليها آآ طبعا الرحمة زيها زي اي شيء من الاخلاق تمام محتاج انك انت تدعمه عشان يستمر وشان يكبر يعني دايما آآ في مقولة مشهورة غريبا حديث يعني انما الصبر بالتصبر وانما الحلم بالتحلم وهكذا فالرحمة ممكن نقول عليها بالترحم يعني انك انت تركز مع قلبك وتشوف ردود فعلك تجاه الناس وانك انت يعني تحكم عليهم الخلال الرحمة دايما اللي بابنده رباني سبحانه وتعالى بنقول يا رب عملنا برحمتك ما تعملناش بعد لك لان احنا نستاهل العقاب لكن رحمتك واسعة كل شيء فلازم آآ 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 نكون نقتدي بالحاجة دي عشان حتى انه آآ فيه آآ في الدين يعني ارحمه ترحمه يعني اذا كنت انت بتحب ان ربنا سبحانه وتعالى يرحمك في الدنيا وفي الاخرى انت كمان ارحم الناس تمام انت كمان سمحهم انت كمان اغفر لهم انت كمان تجاوز عن سيئاتهم واساءاتهم آآ ليك طبعا آآ في حدود ان هما ما يقزوكش او يستضعفوك او ينتهجوك او شيء من هزاقا بال يعني فالرحمة شيء جميل جدا وعلى فكرة الرحمة آآ لا تتنافى مع القوة لا تتنافى مع الردع يعني المؤمن لازم يكون قولي المؤمن القوي خيره من المؤمن الضعيف لكن المؤمن كمان لازم يكون رحيم تمام رحيم باهله رحيم باخواته المسلمين باخواته المؤمنين رحيم حتى بأعداءه لما ينتصر عليهم تمام رحيم بأسرها وهكذا لكنه قوي وقت ما تحتاج الدعوة والدين الى القوة للدفاع عنها والدفاع عن حقوقها لكن في غير الاوقات دي فهو انسان رحيم الى اخصى درجة ويسترحم برحمته دي ربنا سبحانه وتعالى عشان يرحمه هو واخوانه في الدنيا وفي الاخرى وربنا سبحانه وتعالى طبعا آآ قال انه ربنا اشتقي اسمه من اسم الرحمن ده من الرحم تمام وجعل سلة الرحم تمام دعيمة لهذا رحم فاذا الرحم سلة الرحم والرحمة وكلها مصادر سبحان الله ربنا آآ خلاقها ومتربطة جدا آآ ما بينها وبين بعض وان شاء الله هنتكلم بعد كده عن سلة الرحم وعن آآ دورها في الموضوع ده يعني آآ في جزء اخير بس اللي هو آآ لما الملائكة آآ بتسأل ربنا سبحانه وتعالى باستقراب شوية ان ازاي ربنا انت صابر على الناس والبشر دول بزنونهم وسيئاتهم وحاجاتهم فقالهم لو خلقتموهم لا رحبتموهم فاشوفوا ربنا بحبينا قد ايه وبيرحمنا قد ايه ورغم كده احنا نقابل هذه الرحمة بالإساءة للأسف الشديد فهي يبقى علينا انها اردها نفسنا وندعى ربنا سبحانه وتعالى ان يرحمنا ونصطرح امه بينما نرحم غيرنا وربنا يا رب امنا علينا جميعا بالرحمة وبالسعادة حتى تدوم الود والالفة بين الاخوة وبين المسلمين كلهم اميك رب ان شاء الله وإلى لقاء اخر في خاطرة اخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته